بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك قمتم بحل أمثلة والتمارين من الكتاب طبعاً بأكرر أنه الموضوع بسيط بحتاج إلى تركيز بحتاج إلى فهم من أجل ذلك أنا صراحة يعني اليوم هاشرح برضو في تحليل العمليات المالية هنمل شوية مراجعة للمحاضرات السابقة بالإضافة أنه حنتعرف على كل أنواع الحسابات اللي ممكن يتوجهنا في الشركات وكيف نقدر نحدد طبيعة هذا الحساب ونوعه هل هو أصل؟ هل هو التزام؟ هل هو أصل ثابت؟ هل هو أصل متداول؟ هل هو مصروف؟ هل هو إيراد؟ وما إلى ذلك وأيضاً نحاول إن شاء الله أنه نضرب بالعديد العديد من الأمثلة هذه الحسابات ولازم أنت كطالب بفهمك لا تحليل العمليات المالية بل بفهمك للحسابات ومفهوم الحساب أنك تقدر تتعرف على أي حساب ممكن يمر عليك لاحقاً إن شاء الله في حياتك العملية أو في دراستك للمساقات القادمة لأنه تعرفوا لاحق أنه ستلاقي فيه كثير كثير من المساقات المحاسبية وسيترافق مع كل حسابات جديدة فلازم أنت تكون تطالب محاسبة ودارس محاسبة قادر على تحديد هذا الحساب ومعرفة نوعه عشان تقدر تحلل لأنه إذا أنت ما تقدر تعرف نوع الحساب يبقى تحليل لك ويكون مبني على خطأ وبالتالي النقطة الأساس في تحليل العمليات المالية هو تحديد أطراف هذه العملية المالية يعني تحديد الحسابات التي تأثرت بالعملية المالية ثم تحديد نوع الحساب هل هو أصل، هل هو التزام، هل هو مصروف، هل هو إيراد، هل هو حق ملكية ومن ثم الموضوع بيكون سهل بنطبق القاعدة اللي بتقول أن الأصول والمصروفات عند الزيادة مدينة وعند النقص دائنة وأن الإيرادات والانتزامات وحقوق الملكية عند الزيادة دائنة وعند النقص مدينة طبعاً إحنا عشان أنا قبل ما أبدأ بدي أوضح شغلة شباب أنه في الحسابات عنا لها طبيعة بمعنى إيش يعني طبيعة إحنا أخوانا بشكل عام حالياً حتى في حياتنا العملية في ناس سبحان الله طبيعتهم أنهم دائماً متفائلين في ناس متشائمين في ناس والله دائماً طبيعتهم أنهم والله مجلين للجانب العمل إلى الجانب النظري فكل واحد هو طبيعته سبحان الله وكذلك الحسابات الحسابات عنا لها طبيعة تمام؟ لها طبيعة بمعنى أنه حتى يعني الله عز وجل في كتابه العزيز لما خلق النفس فقال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكاها وقد خاب من ذكاها فالنفس بطبيعتها مجبولة على فعل الخير لكن الإنسان بسلوكه، بتربيته، باختياراته بحدد الطريق اللي بدو يختاره وبدو يمشي ويسير فيه نحن بالنسبة لأنواع الحسابات بنقول أن الحسابات بطبيعتها بتنقسم إلى نوعين في طبيعتها مدينة وفي حسابات طبيعتها ذائنة ماذا يعني طبيعتها يا شباب؟ المقصود بطبيعة الحساب أن هذا الحساب هذا الحساب في أي لحظة أنا بدي أشوفه وأرصد وأعرف طينته ورصيد الحقيقي بمعنى أنه حساب زي حساب الصندوق هذا الحساب طبيعته أنه أنا في أي لحظة برصد الحساب هذا يعني أنه يفتح الخزنة وبعد المصارى الذي فيها ما سيكون فيها؟ إما سيكون فيها مصارى فلوس تمام أو يكون فيها صفر ليس سيكون فيها سالب بمعنى أن الخزنة طبيعتها مدينة نفس الكلام البضاعة في المخازن إذاً أنا أريد أن أفتح المخزن أو البراكس عند أول حاصل إما ألاقي في المخزن فيه بضاعة أو ألاقي صفر وبالتالي طبيعته مدينة بمعنى أنه يوجد فيه قيمة يوجد فيه رصيد في المقابل طبعاً هذا يا أخواننا الرصيد لما أحكي أنه أنا عندي الصندوق في مصارى إنه أجد ما هي أجد من حساب آخر أجد من رأس المال أو أجد من بيع بضاعة أو من خلاف لما ألاقينا المخزن فيه بضاعة عملان إنه أجد لبضاعة أهالي هذه البضاعة دخلت هذا المخزن من خلال أنه نشرناها أكثر في المقابل فيه حسابات طبيعتها دائماً زي حساب رأس المال تمام هل أنت متخيل أن يكون الله واحد يمشارك في شركة ويكون شريك فيها ويأخذ فلوس يعني يقول أنه أجد شرك معنا وطبعاً كيف تعطونا عشان أشترك معكم مش منطق الموضوع صح؟ هل من المنطق أنه والله أقول تعي يا منحة اشترك معنا بالشركة طبعاً كيف تعطوني رأس المال كيف نعطيك رأس المال؟ أنت عشان تشاركنا في هذه الشركة وكيف تحط رأس المال لك تعطي يا تمام لك تعطي وبالتالي فيه حسابات طبيعتها دائنة إشيء دائنية هي بتكون أعطت هذه أعطت قيمة وبالتالي عندما ألاقي أنه والله رأس المال محمد أو رأس المال ملحة بعشرة تلاف دينار تلقاً أنه هو عشان يأخذ هذه الصفة وهذا الحساب تمام وأقول عنه حساب رأس المال ملحة إذا ملحة تقدم الشركة اللي هو شريك فيها مبلغ عشرة تلاف دينار يعني أعطى هذه الشركة يعني هو إيش هو دائن نفس الكلام لما أقول أنا والله حساب قرب بنك فلسطين بعشرين ألف دينار بمعنى أنه بنك فلسطين عشان أقدر أسمي حساب قرب بنك فلسطين هو أعطاك العشرين ألف دينار يعني ديانهم إلك تمام وبالتالي صار الانتزام عليك كشركة تمام وبالتالي بتكون قيمة وطبيعة حساب قرب بنك فلسطين وهو الانتزام بيكون إيش بيكون دائم يبقى أن نلخص النقطة هذه الأصول والمصروفات طبيعتها مدينة لأن أنا لما أستخدم الكهرباء بدفع قيمتها ولممكن أنا أستخدم الكهرباء يقولون مصاري تمام ما بزبغش هل أنت والله ممكن أن تشغل واحد موظف في شركة ويعطي شركة مصاري بصير لا بصير شو بيأخذ قيمة تمام أو عن قيمة بيأخذ من كاش أو من فلوس الشركة هل أنا والله ممكن أطلع مع سواك بسيارة وأقول آه يا الله والله واصطلني مثلا من غزة من غزة من غزة خانون سأقول آه يا لأعطينا ستة شيكل من أطلعت معك مش شركة ومزبوطة شباب فهذا ليس منطقي فالأصول والمصروفات طبيعتها مدينة الإيرادات والانتزامات وحقوق الملكية طبيعتها دائم هذي أخونا من حيث الطبيعة لكن لنما ما جي في التحليل بنكرر القاعدة اللي بتقول أن الأصول والمصروفات عند الزيادة مدينة عند النقص دائنة الإيرادات والانتزامات وحقوق الملكية عند الزيادة دائنة وعند النقص مدينة لأن خلونا نشارك هالبرزنتيشن على إذنكم طبعا هذا البرزنتيشن أبدأ في المحاضرات السابقة بنكرر أن نحن نحلل العمليات المانية وفق مفهوم معادلة الميزانية طبعا قلنا معادلة الميزانية معادلة الميزانية وضحنا أن هذه المعادلة هي أساس ثابت وميزان لكل الشركة ويمكن أنها يعملها بشكل ميزان طبعا هذا سوف أفصل فيها لاحقا بشيء مفصل وواضح يكون إن شاء الله رب العالمين الآن قلنا أن معادلة الميزانية هذه هي ميزان لكل الشركات لكل المؤسسات حتى في الدوارة الحكومية حتى في المهنة الحرة كمكتب محاسبة ومكتب هندسة وعيادة الطبيب يجب أن تبقى هذه المعادلة متحققة حتى في مستوى الشخص تماما على مستوى الإنسان الشخص أي واحد من الناس بمتلك مئة ألف دينار يجب أن يكون لديه حق ملكي هو مدخر من المال زائد الديون العليا تساوي مئة ألف دينار لكن يكون عنده أصول مئة ألف وما هو الدخره أو الدخاراته سبعين يكون لديه مشكلة فأنا عندي معادلة الميزانية الأصول لازم تساوي الانتزامات زائل حقوق الملكية الوصول بأنواعها المختلفة مئة ألف لازم تساوي الانتزامات وحقوق الملكية مئة ألف لأن لو اختل زي ما حكنا قبل هيك اختل أي حساب من هذه الحسابات تمام وانحذف والله هان عندي حساب المباني فيش صار مباني بنلاقي أنه عطول عشبسر عندي أن الميزان يختل عطول الميزان الصار مالو الشباب صار الميزان مختل فبالتالي نفس الكلام لازم يكون أيضا في الجانب الآخر لو أنا عنده والله القرض زي ما حكنا قبلك فيش قرض راح القرضي بأيضا الميزان اختل تمام الكفة صار تراجح لجهة الأصول يعني نحن عندنا أصول بمئة ألف لا تساوي قيمة الانتزامات وحقوق الملكية فلازم تبقى هذه المعادلة ثابتة بشكل دائم وبشكل مستمر على مدار السنة وعلى مدار حياة المشروع أو الشركة أو خلاف نذكر أيضا بالمعادلة الميزانية التي نحل من خلالها التي يقولنا فيها أن الأصول الأصول والمصرفات عند الزيادة هي باللول الأخضر مدين عند النقص دائم الانتزامات والإرادات وحقوق الملكية عند الزيادة دائم وعند النقص مدين يعني عكس بعض الشباب والموضوع سهل جدا الأصول والمصرفات عند الزيادة مدينة عند النقص دائم الانتزامات والإرادات وحقوق الملكية عند الزيادة دائم وعند النقص مدين وهذه قاعدة سهلة يجب أن تكون عرفة وفهمها كطالب محاسبة الآن السؤال اللي تطرح نفسه ما هي الأصول وما هي المصرفات وإننا كنا نشرحنا الدول الفاتو وقلنا يا شباب أنه هذا أحد أنواع الحسابات وتصنيفاتها وتصنيف الحسابات لخمس أنواع الآن نحن إن شاء الله سنأخذ في الشرائح القادمة كل حساب من هذه الحسابات اللي هما بسموهم كبار الحسابات يعني أجداد الحسابات كل أبناءهم حنبدأ بأول حساب وهو حساب الأصول ما يعني الأصول؟ طبعا نحن مرات بنقول والله هذا ابن أصول ابن أصول يعني معروف أصله فصله معروف نسبه المقصود إخوانا بالمصطلح المحاسبي مصطلح الأصول طبعا إن أجل بيش بنسمي إحنا الأسيتس تمام الأسيتس مقصود في الأصول بيسموه مرات الممتلكات بيسموه أحيانا الأملاك بيسموه في بعض الكتب الموجودات بيسموه في الإسلام العروض تمام فإيش كلمة الأصول هو مصطلح محاسبي يقصد فيها الممتلكات بيسموها الأملاك بيسموها الموجودات بيسموها العروض في ناس بتسمى فيهم المنافع أو ما فهمها المنافع ما هي الأصول؟ نتطلع على الأمثل طبعا أصولنا نوضح التنقسم إلى قسمين في أصول بنسميها أصول غير متداولة أو تسمى أصول ثابتة بيسموها non-current assets أو fixed assets non-current assets أو fixed assets هذه الأصول وهذه الحسابات لما تشوف أمثلتها بتعرفها زي ما يقولوا بالمثال يتضح المقال أنا قاعد بيقول لك المباني تمام المباني ما يعني المباني؟ معنى مباني الشركة انت allemaal تحكي عن شركة بنك فرسين هل بنك فرسين عنده مباني ولا لا عنده مباني؟ طبعا عنده مباني وهذن نقصد فيها المباني المملوكة المباني المملوكة للشركة تمام لما تقول أنا عندي شركة الجوال من رؤة عن شركة الجوال بيشوف المعارض التعرف الحلوة والمباني الفخمة هذه المباني هي تعتبر أملاك من أملاك الشركة الأرض تمام لأن المبنى والمبنى على قطعة أرض قد تكون سلوم، دنم، قد تكون واحد دنم وهكذا طبعاً أكيد لما أحكي الدنم كلمة الدنم معروفة للجميع الدنم يتكون من ألف ألف مجر الآن الأرض هي تكون أيضاً مملوكة للشركة وليست مستأجرة ونحن نفصل بين الأرض والمبنى لأنه هناك اعتبارات لاحقة سأخذها في محاسبة لأنها علاقة مفهومة نسميحنا مفهومة الاهتلاك فالمباني والأرض بمعنى أنه بنك فلسطين عنده مبنى ضخم مثلاً شركة مصانع العودة في دار البلاح عندهم مصانع عندهم مباني لكن الأرض لهم ملكهم فقدر الأرض ويكون قمتها كبيرة لكن هي أرض مملوكة الأثاث الأثاث الشركة بتلاقي أنت تروح على أي شركة من الشركات عندهم طولات عندهم كراسين عندهم مقاعد عندهم مكان للكاشير عندهم كاونتر وهكذا أي شيء يعتبر أثاث طاقم كنب في الشركة يعتبر هذا كله أثاث كذلك السيارات أي سيارات تمتلكها الشركة طبعاً مش مستأجرة مع أنه أحياناً ممكن الشركات تتعاقل مع مكاتب تاكسيات أو مع بعض التطبيقات زي تطبيق كريم أو غيره فتستأجر سيارات لا أنا ما بحكي عن هذه نقطة بحكي عن سيارات المملوكة للشركة والتي تستخدمها الشركة بشغلها تمام يعني مش النا بتتاجر فيها الشركة معرفنا في عندي أ bleach تسمية سيارات ما مش المقصود ها أنا بحتعى السيارات هي السيارات المملوكة للشركة وولي بتستخدمها في إنجاز العمليات المعدات أنا و الله عندي أشغل في في ورشة لتصنيح السيارات هنا معدات فيها أجهزة ورافعات وغيره تستخدم في سيارات أيضا المملوكة للشركة لكل درجة تحت أي شيء مملوك للشركة الشاحنات عندك شركة مثلا بهلون البترول شركة أبو جبال البترول شركة فارس البترول عندهم شاحنات لنقل البترول والوقود وما إلى ذلك عندك مثلا شركة الأمير أو شركة العروسة للأسكن وعندهم شاحنات وصيارات لنقل البضاعة عندك كذلك الحواسيب طبعاً يقولون نتحدث عن أمور مملوكة للشركة الحواسيب أنت تخيل عنا أي حاسوب داخل الشركة سواء كان بيسين هو البوكس أو اللابتوب أو خلافه تعتبر أو يندرس تحت الحواسيب اللي مملوكة للشركة أنت تخيل عنا الكلية الجامعية تمام كل يدكو الرائدة وإن شاء الله ربنا نرجع لكل يدنا ونرجع لقاعاتها ومختبراتها فيها ما يزيد عن 1200 جهاز حاسوب في المختبرات فقط غير أجزة الموظفين تمام هذه كلها تعتبر حواسيب الآلات أنت تحكي عن مصنع العودة مثلاً أدخل في ذلك المصنع في آلات لتصنيع البسكوت تصنيع الشتاء وتصنيع الشبس هذه كلها آلات أيضاً تسمى أصول ثامتة أو أصول غير متداولة وأيضاً عندنا العدد والأدوات لو أنت رحت على على فندوق لو رحت على ورشة سيانة سيارات لو رحت على مثلاً خلن نقول مطعم تتلاقي عنده عدد وأدوات عنده مثلاً في ورشة السيارات كبام؟ في عنده زرديات ومفكات ومفتيح وغيراً هذه الأخوان مكلفة وصعارها غالية مش مش رخيصة تمام في أحيان بعضنا يقولون عن عندي آلات كهربائية والله مثلاً في ورشة عندك واحد عنده منجرة عنده مثلاً عنده مثلاً عنده مثلاً جاكسون عنده أنواع كثير من المكتاح هذه كلها أدوات كهربائية يستخدموها المتجرين وأصحاب المهن الحرفية هذه كلها أصول طيب يا سيد لو مر علينا مثلاً أي حساب غير هذه الحسابات طالما يا شباب أن هذا الحساب هو مملوك مملوك للشركة اثنين هذا الحساب يستخدم في الإنتاج أو في تحقيق الداخلية أنا لديه بسيارات لأوصر لإضاءة الشركة لديه بشيحنة لأوصر بضع لديه بحواسيم لنشتر على الموظفين لديه بمبنى لنقل فيك موظفين ونشتروا مجدد لماذا أنا أعمل حواسيم لأقدم محاضرات لطلاب المختبرات تمام يكون مملوك يكون منه منفع على الشركة ويحقق الداخل تمام النقطة الثالثة ليس بغرض البيع أنا من الشريع لأبيعه إذا تحققت الشروط هذه هذا أعتبر أصل ثابت مثلاüy حتى تخيل عندك على الشركة تشرك في شركة الطيرار التعليEL تعتبر سم tauth تمامam عندها الطيرات تعتبر سم tauth عندك مثلا في شركة قطارات تعتبر القطارات وثثث wedge كما عند 삼 Bu Tweets تتحكيلte dB اللي هى الأول من الأصول وهى الاصول غير المتداولة النوع الثانى من الاصول وهى الاصول المتداولة الذي نسموها ك eman源 patient لقد قلنا الاصول هي العصول المتداولة هي current assets ما يعنيارك كمczom يتضح المقال Current assets يعني اصول متغيرة ما عن متداولة ومع قيمتها سريعة التغير الأحساس الوصول الثابتة أو الإمتُّد ARE قليلة التغير أنا مش نوم باشر أرض.,، مهادر임 باشر مبنى، مان باشر سيارات للشركة لكن أنا كل يوم لدي ذفع وقبض كل يوم لدي حهاقة حولات على البنك وشكات كل يوم أنا أدخل 1998 مب красивيت وكل يوم أنا عندك مبيلات، رجائب واسهم كل يوم او rover infam cuerpo كل يوم ببيع Prophet تمام، فبالتالي الوصول لayı المتداولة هي حركتها كثيرة متقلبة ومتغيرة متغيرة القيمة جوزء منها يستخدم أو يشترى بقصن البيع زي المخلوق تمام زي إيش الأمثلة عندي الصندوق أي شباب أي فلوس داخل الشركة سواء وضعت في الخزنة أو وضعت في الدرج وضعت في جيب المحاسب أو غيره تعتبر نخلية بسمها الصندوق أو الخزينة أو النخلية طبعا أنا لتو حكيته كلام خطأ ليش؟ لأن الأصل أموال الشركة أن توضع في خزنة مؤمنة ومحمية داخل الشركة محمية بكلمة سر محمية بمفتاح محمية بكاميرات مراقبة لكن نحطها في درجة نحطها على مكتب نحطها في جبل محاسب هذا ممنوع مطلقا فأي أموال كاش داخل الشركة ممنوكة للشركة تعتبر من ضمن حساب الصندوق اللي هي الخزنة النوع الثاني اللي هو البنك هذا يقصد فيه أحيانا نسميه الحساب الجاري في البنك حساب الجاري وين في البنك طب يستخدم البنك أو الشركة أنقلها وديع في البنك هل تعتبر أصول أه أصول بس حسب ربط الوديع هل هي مدة طويلة أو قصيرة البنك هو الحساب الجاري في البنك مرات بكون للشركة حساب في بنك فلسطين في بنك الأردن في بنك القدس في بنك الإسلام العربي يعني وبكون للشركة في نفس البنك نفسه 3-4 حسابات حساب بنك فلسطين دينار حساب بنك فلسطين شيكل حساب بنك فلسطين دولار حساب بنك فلسطين يورو عادي اسم كله بنك تمام طبعا كلهم يسمونهم اسم واحد بنك لا يسمي الاسم الحساب باسم البنك يعني حساب بنك فلسطين شيكل هذا اسم حساب حساب بنك فلسطين دولار تمام حساب بنك القندس يورو وهكذا لأن عندي حساب الثالث ضمن الأصول المتداولة ننساش هو حساب المخزون تمام بسموه الانفنتوري المخزون يا شباب هو البضاعة داخل المخزن تمام البضائع الموجودة عندي داخل المخزن أنا والله شرعت مئة طن بضاعة بعت منها سبعين كم طن ضل في المخزن ثلاثين هذه أصولي أملاكي ولنشريها عشان أبيعها تمام عندي أيضا الأوراق المالية أنا والله معي مثلا خمس تلاف دينار زيادة في الشركة سيولة فروحت شريت فيهم أسهم وهذا إن شاء الله حنشرحها لاحقا روحت شريت فيهم أسهم من أسهم مثلا شركة جوة أو من أسهم مثلا بنك فلسطيك فورقة المالية أو الإسلام هو حصة في شركة أخرى يعني أنت بس يشريك في شركة أخرى وتأخذ فيها أسهم وتأخذ طبعا أفاح أوراق القابل هي الكمبيالات يعني أنا والله بعت بضاع على واحد يبتلت تلاف دينار قال لي والله ما عيش كاش طب يعني شكات لا معيش ضبطه شكات قال لك أعطيك كيمبيال ما يعني كيمبيال أنا أريد أن أعهد لك أدفع لك المبلغ بعد ستة شهور أسهم ورقة قابض لأنه ورقة قابض إلي أنا الحقه كشركة فهي أصلا متداول الشكات الواردة أنا أولا أخذت واحد من واحد قلت له بدي كاش قال لي معيش أعطاني شك وارد وارد طبعا بالنسبة لي قال الشيك هل تصرف بعد ثلاث شهور تمام وبالتالي هل الشيك كاش لا مش كاش وعبارة عن ورقة لازم أقدمها للبنك بعد ثلاث شهور عشان أخذ إيش لفلوس فيعتبر أصل متداول والمدينون المدينون مغات بنسميهم العملاء مغات بنسميهم الزبائن تمام في ناس مغات بنسموهم المعتمدين المهم الدارج عندنا هو المدينون الديترز بنسميهم هذي اعتبر أصل من أصول الشركة إيش يقصد بالمدينون أموالك عند الناس أموال شركتنا عند الناس طب ليش هنا بدنا أموال من عند الناس عشان انتبعت للناس بضع على الحساب تمام أو أعطيت للناس سلف أو أعطيت موظفيك سلف تمام فهذه المدينون المخصوب فيها أموالنا عند الناس أو عند الغير تمام هذا النوع الأول من الحسابات النوع الثاني من الحسابات هي حسابات الالتزامات حسابات شو حسابات الالتزامات نسموها الليبالتز تمام أو نسموها الديون تمام طبعا في كلمة خصوم تستخدم بس كلمة خصوم تشمل الانتزامات وحقوق الملكية كان تشمل انتزامات للخصوم تسمى خصوم لانتزامات الشركة تجاه الغير الجير سواء كان ناس غرباء أو هو ملاك الشركة خلصIE احنا اخذ لأخذ كلمة الانتزامات هي الديون تمام الديون طيب ايش انواع الديون في القاسم لا نع인 الالتزامات فالانتزامات متداولة ايش يعني متداولة هن يستدر لذلك الـ current libraries يجب أن يتم تسديدها خلال سنة تمام طبعا سيد لو كانت تلت سنين لا يطبط للمتداولة ويصبح شيء ثاني عدنا حنشوف فلازم تكون الانتزامات لا تزد مدتها عن سنة تسمى انتزامات متداولة أو تسموها انتزامات قصيرة الأجل تمام قصيرة الأجل لذلك short term libraries لأن زي عندي القرض قصير الأجل أنا أخذ قرض لست شهور قرض لسنة من أي بنك من البنك البنك يجب أن يجب أن تسديدها خلال سنة أو بعد سنة هناك أيضا حسابة دائنون شراءت من واحد أنا والله سيارة على الحساب شراءت بضاعة من واحد فأسميه دائنون محمد دائنون الهدى بسمه دائنون العودة تمام أوراق الدفع يعني كمبيالة أنا شراءت من واحد لابتوب طبعا ما شراءت من بعضي كمبيالة تمام فأنا كشركة تعهدت تعهدت أن أدفع مبلغ من المال بعد ثلاث شهور أو بعد ست شهور أو بعد سنة الشيكات الصادرة تمام أنا واحد شراءت بضاعة كشركة ومعيش أدفع قيمتها فأصدرت شيك صادر من حساب إيش يعني شيك صادر يا شباب أنا يمكن كنا زمان وإحنا صغر واحد يجب أن يكون معنا دفتر الشيكات لكي نقوم بموقع هكذا للناس طلع الموضوع لا بشيك طلع الموضوع أنت عشان تصدر دفتر الشيكات تمام لازم يكون هناك حساب في البنك يعني أموال في البنك وإذا انت طلعت تفتر الشيكات وبدون ما يكون لك حساب في البنك تبت نحبس لبالك لو تكررنا الموضوع فالموضوع بخوف فالشيك الصادر معنا أنه والله أنا شهد من واحد الضاعب خمس تراف دونار وقلت له هيا عم الشيك وروح بعد ثلاث شهور على البنك وإيش وخوط قيمته لعني إخونا لما الشخص يروع على البنك ويخوط قيمته بنوان حيخوط قيمته من حساب شركتنا تمام فهي يعتبر انتزامات علينا أيضا إن هي الضرعب المستحقة والله إحنا آخر السنة في عنا ضريبة للدولة لازم ندفعها طب لو ندفعنا هاش بالضلبين علينا نازم ندفعها فهي التزام والرواتب مستحقة إحنا الآن للأسف كل بلادنا في الجامعات في الكلية حتى عنا في الحكومة غزة في حكومة رمالله في معظم الشركات فيش حد بصرف رواتب كامل يعني بتلاقي بصرف للموظف خمسين في المية طب والخمسين في المية التانية مسامح فيها الموظف لا عن المستحقات تمام فهذا التزام على شركتنا طب لو مرعنا أي التزام تاني يستطعاد يستطيع مشكلة طالما هو التزام ومدته سنة فأقل فهذا بكون التزام قصير للأجل أو متداول النوع الثاني من الالتزامات هي الالتزامات طويلة الأجل تمام هذه البسيطة أنه أي دين على الشركة مدة أكثر من سنة بكون قصير الأجل طبعا في ناس يقولون أنه فيه عفوا طويل الأجل في ناس يقولون متوسط الأجل وغيرنا نحن نحن نخش في التفصيل الآن هذه فيها نوعين هان عليه فيها قرط طويل الأجل أنا والله ما أخذ قرط من بنك فلسطين أو ما أخذ مرابحة من بنك إسلامي للمدة مثلا خمس ست عشر سنين مثلا أنا أعتبر التزام طويل الأجل أو أنا والله أصدرت سند ما أخونا السند أخونا السند زي القرط تمام السند هو عبارة أنك تاخد من واحد عشر تلاف دينار وتعطيه سند ورقة تثبت حقا يعني تتداين منه عشرة تلاف دينار وتعطيه سند طيب هذا الكلام مش معنى انه المبلغ انت لخطبه عشرة تلاف دينار لازم انت بعد خمس سنين تسد اصل المبلغ ولازم تتفعله كل سنة فائدة على السند بلسميحنا سند تمام وهو انتزام طويل الاجئة النوع الثالث من الحسابات وهي حسابات حقوق الملكية واحنا عارفين حقوق الملكية قلنا لما يزيد داين لما ينقص مدين حقوق الملكية المقصول فيها هي حقوق ملاك المشروع تمام هي حقوق ملاك المشروع وبالتالي هذا الحساب المهم بتكون من اربع شغلات بتكون من رأس المال وما يقدمه صاحب المشروع للمشروع هو رأس المال تمام طبعا سواء كان نقدي او عيني يعني والله ممكن واحد يقدم رأس المال وكاش فنوس اه تمام وممكن واحد يقدم رأس الماله عبارة عن مبنى او ارض او سيارة او الله يا عمى بدأ شرك معكم في الشركة طب ايش عندك والله ما يعيش مصاري هاش عندك والله عندي قطعة ارض او عندي والله مبنى تمام او عندي والله سيارة بصير تمام حقوق الملكية عندي كمثال ارباح محتجزة ايضا ايضا ايش ارباح محتجزة انا اخونا هذي ارباح الان الارباح الى مين اصلا لاصحاب الشركة ثم صندوق الملكية أرباح مستقبلنا ارباح نخلوها في الشركة ماذا نسميها ارباح محتجزة ثم من هي ارباح محتجزة لو من أوضعها في احتياطي احيانا بتلاقي الاشركات التأخذ بالاسر من ارباح 10% من احتياطي احتياطي طوارق احتياطي مثلا كوارث لا صمح الله احتياطي ممكن نكون فرع جديد مثلا أو في احتياط إلزام مرات تلزمنا في الحكومة أو القانون وفي إصاف الربح الآن الشركة حققت الربح خلال سنة 2020 تمام والله بعشر تلاف دينار لماذا الربح هذا؟ للملاك تمام يعني يوضاف على رأس ماله وفي الغرب هم يأخذوا كاش أولا أخونا هناك نقطة مهمة من ضمن أيضا بنون حقوق الملاك لأن الطبيعة المختلفة هو حساب المسحوبات يعني أنا والله شريك في شركة ورأس مالي الشركة أنا رأس مالي في الشركة عشر تلاف دينار طيب إحتاجت ألف دينار بدأت دفع رسومنا الولد في الجامعة تمام أو بدأت سافر بره بدأ ألف دينار نروح بسحب من شركتي ألف دينار هذا ما نسميها مسحوبات تمام وبتلاقص مالي كان عشر تلاف دينار لما خصمت العشر تلاف دينار جاءبوا يا شباب قد اشتار عشر نقص ألف تلاف هذا ما نسميها مسحوبات وأنا بتخفض راسنا الحساب الرابع وهو حساب المصروفات حساب المصروفات اسموها هذه الإكسبنسيز تمام طوالنا paysنا حساب المصروفات طب هو من ظاهر المصروفات والإيرادات في معادلة الميزانية صحيح كلاما معدلة الميزانية بتقول الأصول بنساوي لإنتزامات ذات حقوق الملكية من ظاهر يستاذ في معادلة الميزانية المصروفات والإيرادات طب ليس جيبهان انت اخواننا عن المصروفات والإرادات هي حسابات مش رئيسية هي حسابات فرعية بنسميها حسابات نتيجة النتيجة الحسابات تحت المصروفات والإرادات وين بتصوب؟ بتصوب في حقوق الملكية يعني لما انا اقول انا عندي مصروفات بـ 30 ألف دينار وعندي إرادات بـ 50 ألف دينار كامل ربح؟ ربح 20 هم بتضاف الربح على حقوق الملكية فكلما انا صرفت كثير بتقل الحقوق الملكية وكلما حصلت إرادات كثير بتزيد الحقوق الملكية عشان يكون المصروفات لما تزيد مدينة لما تنقص دائنة فنتيجة عمال الشركة من مقابلة الإرادات والمصروفات بيطلع على ربح لا خسارة الان الربح هم يؤثر بالإيجاب على حقوق الملكية طب لو كان في خسارة وين يؤثر؟ يؤثر على حقوق الملكية بالسالب يعني لما انا عندي مصروفات 50 ألف دينار مصروفات طب ما هي إراداتنا خلال السنة؟ والله إراداتنا 45 ألف كما خسرنا في الشركة؟ لا سمح الله طبعاً خسرنا خمس سلاف طب ايش نعمل المحاسب نطخه ولا شلاط المحاسب تمام؟ تتحمل إدارة الشركة طلب المحاسب تعمل صح فإذا تحمل إدارة الشركة غير المحاسب كيف هي المصروفات؟ المصروفات هو عبارة عن مبلغ تمام؟ تدفع الشركة مقابل حصولها على خدمة من الغير نعم المصروفات هي عبارة عن مبلغ تدفع الشركة نقداً مقابل حصولها على خدمة من الآخرين تمام؟ كما مع الرواتب أنا بشغل موظفين عندي مقابل إش رواتب، أنا باخد كهرب، مصروف كهرب، مصروف مياه للبلدية، مصروف إنترنت لشكل اتصالات أو حضارة، مصروف هاتف لشكل اتصالات أو جوات، مواصلات، أنا والله باستخدم بسيارات كريمة، وعندي مكتب تاكسيات، أنا متعاقب معها أو بأطلع الخط، مصروف مواصلات، مصروف طياف، أنا بجمع ضيوف على الشركة، بجيب لهم بسكوس، شاي، نسكافي، قهوة، باسم مصروف طياف، مصروف قرطاس أنا بدي قلام، بدي تفاتر، بدي محيات، بدي ورق إفور للتصوير، لمكتب التصوير، تمام؟ هذة كلها بسميحنا إيش قرطاسية، عندي إيجار، مصروف الإيجار، أنا والله متأجر مبنى، أنا متأجر حواصل، أنا متأجر محلات، أنا متأجر براكسل، اسم مصروف إيجار، فوائد مدينة، القرض اللي ما أخذونا من البنك يا شباب، بدفع لي فوائد مدينة، يعني هي الربا، بدفعها كل سنة، اسمها فوائد مدينة، أيضا عطمار مصروف، في عمولات مدينة، روحت لواحة قلت له، والله أنا قطعة الأرض هذه عجباني، تمام؟ أو والله أنا في بضاعة، صفقة بضاعة أنا عجباني، أريد أشتريها، فالزلما ما أشغال يبيع، روح وقنعه، فبوحي زلما بسمسر، تمام؟ إذا والله أقنعه ووافق، أنا بعطيه عمولة، اسمها عمولة مدينة، تمام؟ أنا بقول لواحة قطعة الأرض هذه، ويا سيدا ديبت إليك عمولة ميت دينار، أو واحد دينار على كل متر مثلا، فنسمع عمولة مدينة، وهي مصروف بالنسبة إليك الشركة، في عندي مصريف ناقل، تمام؟ زي مضا مثلا في مصريف ناقل بضاعة، مصريف ناقل مثلا محروقات، مصريف شحن من الخارج، أيضا شبع لو أنا دفعت أي مصروف للحكومة، مثلا والله وصوم تسجيل الشركة عندي بدفع رسوم آه، مصروفات حكومية، أو رسوم حكومية، تمام؟ أي مصروف أنت بتدفع للغيرة حتى لو كان مش مذكوران، إذا هذا المصروف ندفع مقابل حصول الشركة على خدمة، تمام؟ فهذا يعتبر مصروف ونحن نقول أن المصروفات عند زيادة مدينة، وعند النقص، أي شيء، مثل الوصوم آخر نوع من الحسابات، هي حسابات الإيرادات، تمام؟ حسابات الإيرادات، وأخوة أنا أذكر في كل الحسابات، أنا أذكر الحسابات الرئيسية، لكن أنت بكرة لما تشوف في المساقات الأخرى، وحتى في الشغل العامل إن شاء الله، لما رد يكرمك، ستجد أن هناك حسابات مرتبطة بطبيعة الشركة التي تشغل فيها، إن شاء الله أنت أصبح محاسب في الكلية الجامعية، ستجد أن هناك إرادة خدمات ورسوم دراسية، هناك إرادة أنشطة، هناك إرادة تعهيد المكتبة، هناك إرادة تلزيم الكفتيري، هناك إرادة تثبيت منحة مثلا للطلاب، هناك إرادة خدمات طلابية، لو أشتغلت مثلا محاسب في صندوق، ستجد أن هناك إرادة حجز غرف، إرادة مقبرة، إرادة واجبات الفطور، ونالذي، إن شاء الله، لو أشتغلت مثلا في شركة الجوال، هناك إرادة اتصال، عندك إرادة مثلا شركة جوال إرادة أطباح بيع أجهزة مثلا عندك من شركة جوال مثلا كروت دفع مسبق عندك إرادات الفواتير وهكذا عندك إرادات مثلا تأجير بعض الأماكن وهكذا من الإرادات أحياناً يصير عندك تغير في اسم الحسابات حسب طبيعة عمل الشركة وحسب شغلة مثلاً فيه لو تشتغلت عند الطبيب في مكتب يقول لك إرادة كشفية إرادة عمليات جراحية إرادة استشارات طبية مثلا إرادة مثلا جراحية في مستشفى إرادة عمليات جراحية في جسمه عندك وهكذا طبيعة العمل اللي بشتغل فيه الشخص اللي انت بتمسك حساباته كمحاسب وبيحدد اسم الحساب المهم الإرادات اللي هي اللي بسموها الريفينيو بتنقسم إلى خمس أنواع على خمس أمثل عفوان عندي أرباح أسهم يعني أنا والله عندي أسهم في شركة جوال طبعاً ليش مساهمة؟ بأخذ منهم أرباح كل سنة اسمه أرباح أسهم تحدي إرادة عقار أنا والله عندي مبنى أنا مأجله تمام؟ وبالتالي إذا أنت مأجل هذا المبنى فبالتأكيد تأخذ إرادة هذا اسمه إرادة عقار أنا عندي إرادة خدمات إرادة خدمات زيش أنا مثلاً لابح تحكيت قبل قليل خدمات جوال خدمات رسول دراسية أي خدمات أنت بتقدمها في حصول مقابلها على إرادة إرادة لدينا فوائد دائنة إذا أودعت مالك داخل البنك من البنوك تمام؟ البنك يجعطيك كل سنة فوائد دائنة طبعاً هي ربا لكن بالنسبة لك تعتبر إراد وهي تسمى فوائد دائنة قبل قليل أخذنا فوائد مدينة لديك مصروف فهذه فوائد دائنة لدينا عمولات دائنة تمام؟ يعني أنت لو كنت تشغل شركة وساطة مثلاً أو شركة بتبيع سيارات تمام؟ فبيك واحد والله من المرسلية أنت وصيد في عقارات أو في سيارات تمام؟ دورك إنك تسوق الأرض هذه أو السيارة إذا سوقتها تأخذ عمولة دائنة إرادة بالنسبة لك طيب يستمر معنا أي نوع آخر من الإرادة أي مبلغ تحصل عليه الشركة مقابل تقديم خدمة للآخرين هذا يعتبر إراد تمام؟ الإرادات هو مبلغ تحصل عليه الشركة مقابل تقديم خدمات للآخرين تمام؟ هذا يسمى إراد وأي مثال من الإرادات يندرج تحت هذا الحساب بنأكد مرتين أن الإرادات عند الزيادة دائنة عند النقص مدينة القاعدة اللي بتقول كلها أن الأصول والمصرفات عند الزيادة مدينة عند النقص دائنة الانتزامات وحقوق الملكية عند الزيادة دائنة وعند النقص مدينة هكذا نحن نكون مرين على معادلة الموزنية تعرفنا على مفهوم المعادلة تعرفنا كيف نحلل وتعرفنا واستعرضنا كل أنواع الحسابات تمام؟ بالشكل طبعا الأساسي تعرفنا على كل أنواع الحسابات الممكن تواجهك بالشكل الأساسي المهم جدا أنك تفهمها النقطة طرف أنواع الحسابات تقدر تحدد نوع كل حساب وطبيعته عشان تقدر تحلل العملية المالية اللي شرت على هذا الحساب في ختماء المحاضرة بتمنى تكون الأمور واضحة وسليسة وسهلة تمام؟ ويريد في التعليقات في الكلاسروم أي مصاق ممكن يمر عليك أو اسمعت فيه أو والله في شركة من الشركات لأهلك أو والله حد سألك أي حساب من الحسابات أنت تغلبت فيه حطه في تعليق في الكلاسروم وخلينا نشارك مع بعض ونسمع منكم حسابات جديدة ممكن تكون مرات معكم أشكركم على حضوركم على استماعكم وبركة الله فيكم وإلى لقاء آخر والسلام عليكم رحمة الله وبركاته